بالنسبة للفجر الصادق والفجر الكاذب لا أختي طبعاً نعم هو موجود في فجر الصادق وفجر الكاذب لكن الأذان الآن هو على الفجر الصادق وليس على الفجر الكاذب الفجر الصادق والفجر الكاذب لا يميز في المدن إنما يميز في الصحراء وفي البحر في البحر لأنه لا توجد مباني وكذلك في الصحراء لا توجد مباني يميز الفجر الكاذب هو جزء من الليل يكون في نهاية الليل عند السحر يظهر ويكون عمودياً يكون عموديا ويغيب بعد ذلك يغيب ويرجع السماء سوداء ثم بعد ذلك بوقت يظهر الفجر الصادق وهو يملأ الأفق ويكون وفقيا ما الفرق بين الفجر الصادق والكاذب يعني من الزمن كم الفرق بينهما في الزمن هذا يختلف من الصيف إلى الشتاء لأن في الشتاء يكون الليل طويلا فالفرق يكون طويلا وفي الصيف يكون الليل قصيرا فيكون الفرق قليلا واضح فلا يوجد هناك زمن معين للفرق بينهما لكن الأذان الذي نسمعه الآن لا هذا أذان الفجر الصادق